لماذا التقارب السعودي الإيراني على الأرض العراقية والمحادثات وغيرها يعني على ما يبدو لم تأتي بأكلها أو بنتائج إيجابية وبالتالي نحن أمام تصعيد من الحوثيين وبالتالي كردة فعل تصعيد من المملكة العربية السعودية والتحالف العربي هل هذا يعني بين هذه المحادثات فشلت أم ننتظر المفاوضات النووية وما سيجري فيها برأيك يعني هذا السؤال مهم جدا يأتي في سياق التطور الذي نراه على الميدان العلاقات السعودية الإيرانية يعني تشكل أهمية كبيرة للأمن الإقليمي والأمن العربي لماذا؟ لأن كل من السعودية وإيران هم دولتين كبيرتين شيئنا أبين في ذلك التقييم السياسي المنطقي الإيرانيون يسعون لأن يكون دولة يعني ليست فقط تستحوذ على السلاحة أن تسعى إلى أن تكون دولة إقليمية لها تأثيرها ولها مكانتها ولها امتداداتها ومشروعها السياسي معروف لا نوعيد نحن عندما نقول أن الإيرانيون يمتلكون مشروعا سياسيا يبغون فيه السيطرة على كثير من الدول ونشر أفكارهم ونشر ما يقولونه وما يفعلونه من توجهات تخدم مصالعهم الإقليمية وتخدم أمنهم الوطني والقومي كذلك السعودية الآن يتشعر كما قلت قبل قليل أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتغاضى كثير أو لا تقوم بردود أفعال قوية أو بإجراءات سريعة يعني إذا رأينا كيف تعامل لا تختلف الإدارات الأمريكية في تعاملها الحقيقي مع الأحداث في منطقة الشرق الأوسط حتى في أهد ترامب ماذا فعلت الإدارة الأمريكية عندما ضربت المنشآت النفطية في آرانكو وتعلم من الجهات التي وراءها وتعلم اليد الإيرانية وتعلم أدواته والوكلاء الذين قاموا بهذه العملية كانت فقط عملية تسكين للحالة وعملية إصدار بيانات ولكن لم يكن هناك رد لا عسكري ولا رد إيجابي باتجاه حماية الأمن الوطني للمملكة العربية السعودية الآن كما تفضلتم قبل خليل اليمن أيضا عندما جاءت الإدارة الجديدة جون بايدن أول قرار كان عادة الاعتبار للحوثيين في حين أن الحوثيين يشكلون عائق كبير ويشكلون امتداد المشروع الإيراني داخل المنطقة العربية ويهدد الأمن والسلام في منطقة الخليج العربية وتحديدا أمن المملكة العربية السعودية هذا الموضوع درهت إليه المملكة العربية السعودية فكانت هناك كثير من الأحداث في منطقة العربية نحن نعلم الآن هناك تحرق إقليمي وتحرق عربي لتهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا المنطقة العربية الكل يسعى إلى تأمين جانبه الأمني لذلك نرى كثير الآن لو نظرنا كثير من الزيارات على مستوى الرؤساء الدول وعلى مستوى الرؤساء حكومات وعلى مستوى مستشارين للمستشارين أمنيين ولقاء مع خبراء أمنيين أو خبراء في السياسة لو استعرضناها في هذا اللقاء لا نحتاج إلى وقت كبير ولكن نلقي الضوء على أن هذا التحرك الذي يحدث الآن في منطقة محددة هو غايته رأب الصراع والصدع الذي يحدث في هذه المنطقة ومن هنا يأتي اللقاءات السعودية الإيرانية التي أراها لحد أن هي استكشافية يعني بداية لم يحصل فيها شيء يعني نروم أنه كل يسعون إلى أنه أكتطور ولكن الكل ينتظر طيب أستاذ ياد هنا نقطة مهمة يعني هل تعتقد أن السعودية وإيران في حالة المضي بهذه المحادثات بجولات إضافية هل سيهدفون إلى تطبيع العلاقات أم تصفير المشاكل برأيك هنا تحديدا سيكون نحن علينا أن ننتظر كل الدولتين تنتظر ما ستقول إليه المفاوضات الجارية الآن وفي جولتها الثامنة ستبدأ في فيينا الإيرانيون يريدون الاحتفاظ بما تم الحصول عليه من عملية لتخصيب الإيرانيون وكذلك إلى ما تم الحصول عليه في الأنشطة النووية التي دامت أكثر من ثلاثة سنوات من بداية انسحاب الإيراني الأمريكي من البرامج المشترك للاتفاقية التي عقدت عام 2015 هنا المملكة العربية السعودية أيضا تنتظر هل ترى أن إيران ستلتزم بموضوعين مهمين مشروطين عليها في المفاوضات وهي موضوع الصواريخ الباليستية برنامج الصواريخ الباليستية وكذلك موضوع سياستها الإقليمية والتمدل النفوذ في أراضي الوطن العربي وتحديد أمن وسلامة الأمة العربية وأمنها القومي عندما نرى ونوازن بين هاتين الحالتين نرى أن كل من الطرفين يحاول الاستجابة الدولية هي استجابة دولية واستجابة لوساطات واستجابة للقاءات بين الجانبين لكن ما الذي تحقق على الأرض؟ لم يتحقق لحد هذا النشي لم يتم إعادة العلاقات بصورة كبيرة لم تكن هناك تصفير إلى المشاكل لم يكن هناك بداية حقيقية لا زالت الأمور في بدايتها لا زالت الأمور تحاول لا زال كل من الطرفين يحاولون أن يجدون قدم حقيقي أو انطلاقا لتستمر عملية السلام بينهما وأنا أقول هنا وأؤكد أن كل الجانبين يسعان إلى تأمين الحالة الذاتية لهما وهذه التأمين الحالة الذاتية لهما تتعلق بتأمين المنطقة يعني دول الخليج العربي الآن لو رأيناها كلها تنظر إلى المملكة العربية السعودية وتنظر إلى مكانتها الإقليمية ومكانتها الاقتصادية ولكن هذا لا يعني أن بعض الدول الخليج العربي الآن بدأت بكثير من التحركات السياسية وكثير من المنورات السياسية لاستعادة كثير من أفقها السياسي لكن ليس على حساب الأمة العربية وعلى حساب قضاياها المصيرية وقضاياها الأساسية في عملية التحرر وعملية مواجهة الكيان الصهيوني وكذلك ليس على حساب أمنها القومي والعربي هنا علينا أن نفهم أن هذه المبادرات التي تحدث في عملية اللقاء بين كل من السعودية وإيران لا زالت لحد الآن في مراحلها الأولية والانتظار يتعلق بموقف دولي وأقليمي يحدده نتائج المفاوضات في إيران اشتركوا في القناة